السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أخبار المساء عروض سعودية وقطرية لرحيل كولر عن الأهلي مباراة ودية للنادي الأهلي شبير حديث أفش عن كولر سيبعده عن المشاركة وتامر عبد الحميد التوأم بنى المنتخب بالأهلي وضم سلاسي زمالك ظلم وتفاصيل اجتماع الفني لمباراة مصر وبركينا فاسو غدا إن شاء الله بالبداية من انساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة تلقى سويسري مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عدة عروض خليجية للرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة وقد نجح كولر في تحقيق 8 بطولات مع النادي الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأول الموسم الماضي منها بطولتي دوري أبطال أفريقي أمام الوداد المغربي العام الماضي وأمام الترجل التونسي وقد انهالت عدة عروض سعودية وقطرية للمدرب السويسري مارسل كولر خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته وتحقيق المدرب العديد من البطولات مع الفريق الأحمر بدأت إدارة النادي الأهلي تفكر جديا في سرعة أيضا تجديد عقد كولر مع الأحمر خاصة في ظل الاستقرار الذي وضعه على غرفة ملابس الفريق كذلك بعد النجاحات التي حققها للعديد من البطولات مع الفريق الأحمر ويستعد فريق النادي الأهلي لمباراة فاركو يوم 14 يونيو إن شاء الله في مباريات الدوري المصري الذي يحتل فيه النادي الأهلي المركز السامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة حصدها من 15 مباراة أزا ويلتقي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي نجوم FC وديا يوم السبت المقبل حيث عاد لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من الراحة وخوض التدريبات في فترة التوقف الدولي بعد أن حقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف دون رد أشف الإعلامي أحمد شبير عن تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب محمد مكدي أفشا لاعب النادي الأهلي وبعد التصريحات التي أدلى بها في أحد البرامج مع إبراهيم فايق على قناة MBC وقال أحمد شبير في تصريحات إزاعية هناك حالة غضب شديدة داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارس الكولر بسبب تصريحات أفشا مؤكدا أنه تم منع أفشا من خوض التدريبات الجماعية مع الفريق لأن هناك حالة غضب شديدة لدى بعض اللاعبين مضيفا أن كولر حسين جدا ومن حقه أن يحزن ويزعل ويأخذ كل إجراءاته ومعظم لعبة الأهلي زعلت وتضايقت من تصريحات أفشا أفشا سيشارك في تدريبات الأهلي اليوم ولكن من الصعب أن يحصل على سقة كولر في الوقت الحالي لأن له طبيعة خاصة وعنده صرامة كبيرة ما بيها الزرش في الحاجات دي ومن قواعده الخروج عن النص ممنوع ومش هيمشي معاه وأفشا سيعاني الفترة القادمة من أيضا من اللاعب أو من عدم المشاركة وأكد أن اللاعب لن ينال رضا كولر مجددا بسهولة والحوار سيكون فيه اعتذار أمام اللاعبين لأن كولر صارم وما بيمشيش معاه هذا الكلام وأشار شبير إلى أن كولر حزين من نقطتين الأولى هي حديث أفشا عن فيلر وموسماني بكلام أكثر وهو ما لم يحدث عند تطرقه للحديث عن كولر اللقطة الثانية أو النقطة الثانية هو حديث أفشا عن زملائه بأسلوب غير جيد حيث أن أفشا لم يحضر حفل القرن الذي نظمه النادي الأهلي مؤكدا أن الدنيا ما زالت متوترة بخصوص الحوار الذي أجراه مع إبراهيم فايق على قناة MBC مصر انتقد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق اختيارات حسام حسن للمنتخب الوطني عيسو قال في تصريحات إزاعية أن حسام حسن أو التوأم بنوا منتخب مصر بلاعب الأهلي وقاموا باستدعاء عشر لاعبين من الأحمر والأهلي يسيطر بخطة مميزة خلال الفترة الأخيرة ونجح في تحقيق دوري أبطال أفريقيا والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية وتحقيق أرقام قياسية لذلك هو الحاليا الأفضل كما أضاف تامر عبد الحميد قائلا تواجد ثلاث لاعبين من الزمالك في المنتخب غريب خاصة وأن الزمالك بطل الكونفدرالية مثل الأهلي بطل أفريقيا وتواجد ثلاث لاعبين فقط من الزمالك الظلم كان يجب تواجد محمد شحاتة ونبيل دونجا وعمر جابر وحسام عبد المجيد منتخب مصر سيواجه منتخبات أفريقية قوية لذلك كان الأحق والأجهز ضم اللاعبين أصحى بالخبرة وقال أيضا تامر عبد الحميد أن حسام حسن يراهن على محمد الشامي ولكن مع كامل الاحترام للتوأم والشامي لن ينجح مع منتخب مصر وتواجده في منتخب مصر غريب للغاية أصفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبركينة فاسو والمقرر لها عشر مساء غاد الخميس إن شاء الله في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عن ارتداء الفراعين القميص الأحمر والشرط الأبيض بينما يرتدي منتخب بوركينة فاسو القميص الأغدر وأضار الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وشعبان بستاوي منسق المنتخبات وأيضا يلتقي منتخب مصر مع بوركينة فاسو ساعة عشر مساء غاد الخميس على استاد القاهرة الدولي في أولى المباريات الرسمية للجهاز الفني الجديد للفراعينة بقيادة حسام حسن ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد ست نقاط جمعها من الفوز على فريقين أو على منتخبين وهما جيبوتي وسيرليون ونتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر في المباراة القادمة أمام بوركينة فاسو وأمام غينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم منتخب مصر له ست نقاط منتخب بوركينة فاسو له أربع نقاط في حالة فوز منتخب مصر سيصل إلى تسع نقاط وفي حالة تعادل أو خسارة منتخب بوركينة فاسو سيبتعد كثيرا عن منتخب مصر الذي سينافس على التواجد في بطولة كأس العالم أيضا القادمة وذلك خلال فيه التي ستكون في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2026 كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب مصر الذي سيكون هناك مواجهة قوية بين منتخب مصر وبين بوركينة فاسو المباراة التي ستكون غدا بكرة الساعة 10 إن شاء الله على استاد القاهرة الدولي نتمنى التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته